شكراً لنواد شكراً للأصدقاء للحضور اللي قاعدوا أرغم أتأخر شوية الوقت للنقاش الثاني سمحني ناخد دقيقة ولا دقيقتين هكا لتأثير التفكير متاعي شوية بعد نجاوبك نحاول نجاوبك على السؤال يعني لماذا العنوان الندوة هذه ولا اللقاء هذين نقاش هذه عجبني ومنهجين نقيته في الصميم لأنه قلب المعادلة التقليدية اللي كنا نحكيو عليها قبل الحزاب السياسية أين غراس شعبي؟ يعني قبل الطليعة عندها السياسة وعندها الفكر وعندها رؤية وعندها البرنامج ثم تبحث عن نقل تلك الأفكار إلى المجتمع تبحث عن غراس شعبي أين غراس شعبي لليسر؟ أين غراس شعبي للليبرالية؟ أين غراس شعبي للإسلام السياسي؟ يعني كأنه فما شكون قرر خمسة وعشرين ثلاثين خمسمائة واحد تقرروا لعندهم رؤية سياسية وبعدش يلوجوا على ليل وليف في المجتمع هالطريقة هذية من التعاطي مع السياسة ولا إنتاج السياسة ولا جعل السياسة إداة تغيير لواقع المجتمعات في مأزق في مأزق مش كان في تولوس المأزق معناها في العالم الكل الأفانغارد إذا بقعد عندها دور بقى عندها دور في المجال الفني وعند حق تبقى في المجال الفني أفانغارد لكن في المجال السياسي بدلت شوية المعادلة فمع علاقة جدلية بين ما يسمى بالنخبة أو الطليعة والحركات الاحتجاجية الاجتماعية التحتية لذلك هذي معطأ أول ثم الحركات الاجتماعية أي حاضنة سياسية لحب ندقق ديمقراطية ما مع أنتا ديمقراطية؟ مع أنتا تؤمن بأنها ستريد أن تغير السياسة أو تغير الوضع السياسي في مناخ ديمقراطي تعددي في حريات في حرية رأي حرية علام حرية تعبير تدول على السلطة استقلال قضاء تعددية حزبية فمقوة سياسية منافسة موجودة معاك لو كنتي حاضنة سياسية لكن غيرك عنده حاضنة سياسية كيف كيف معنا تجم ودوة منظمة أخرى بتاع عراف تعمل لجد الأعمال أي حاضنة سياسية إذا نقبلوا لهذا موجود وحنا بش نتعاملوا مع بعض يباروا معطة ديمقراطية مش مناسة أخرى يعملوا المحافظين أي حاضنة سياسية إذا ندخلوا بعد يباروا لهذا موجود محنش بش يكونوا الحركات الاجتماعية الاحتجاجية أي حاضنة سياسية مع أنتنا نحن الحاضنة السياسية معاش ديمقراطيين وقتها أنتجنا نظام شمولي هذه معطة ديمقراطية أساسية ثانيا الحاضنة السياسية وطنية بايش حاضنة سياسية فقط في دور هشتر ولا في قيبز ولا في سفيقس ولا في الشمال الغربي ولا في الحوض المنجي هالمداخل هذه الثلاثة ضرورية في التفكير متاعنا لأنها مداخل خنسميها سوسولوجية نظرية مفهومية وبعض مرتبطة بالواقع علاش أي من السؤال هذه حي قايم الذات لأن الحركات الاحتجاجية قايمة الذات إذا كان اليوم الحركات الأخرى السياسية الحزبية ولا النخبوية ولا المدنية ولا حتى المثقفين إذا ما نقولوش معناها غابوا على الأقل أدائهم ولا وقحهم انخفض انخفض بشكل كبير التحركات اليوم الحقوقية والتحركات المدنية والتحركات النسوية والتحركات حول الحقوق الفردية إلى خيره ضعفت شوية نسبيا موجودة لكن ضعفت لكن الحركات الحجاجية والشعبية هذه الاجتماعية ما ضعفتش معنا ما زالت قايمة الذات هذك عليش كلمة حركات اجتماعية نعرف كلمة الاجتماعي بتعريف واسع لأن الاجتماعي فيه الطبقي بمسير وفيه المجالي مش فقط اجتماعي بالمعنى الطبقي مع العلاقات رأسمال عمل فيه النسوي مساويت فيه غياب العدالة امام القضاء فيه الحرية الفردية السوسيال الشخصي ولا اجتماعي معنى الدفاع الحرية الشخصية ولا الجماعي فيه الديمقراطيات معاش فردي معنى الكميونيوتي قاعدين يتوحدوا بشي دافوا على حقوقهم الفردية كلها علامات هذي اساسية دونك في تونس بش نبداوها بنظرة تفائلية البلد العربي الوحيد في منطقة الثورات العربية او الانتفاضات العربية كل واحد يحب يسميها اللي مازال فيها امكانية التعاطي مع التفكير في الأفق السياسي للحركات الاحتجاجية بنسبيا لللبنان كانت تكيفنا شوية لكن اللبنان فيه ازمة اقتصادية كبيرة مصر نعرفه وضحة سوريا نعرفه وضحة بفتحه لبنان فيه وضحة معتش فهم دولة معتش فهم عقد اجتماعي لك انا هذا بيه تفكيري متاعي منذ البداية نقول له يندرج في إطار أي حاضنة سياسية ديمقراطية في بلد يعيد استعادة العملية الديمقراطية من أجل عقد اجتماعي جديد لك هذا التصور متاعي معنى حاضنة سياسية للحركات الاحتجاجية والاجتماعية معناتها مانيش أنا في تفكيري أنا مانيش في أي حاضنة سياسية ثورية للحركات الاحتجاجية معنا مانيش في مجال اي حاضمة سياسية تسقط النظام دفعة واحدة للحركات الحديثية بالمنطقة التاريخية مش المنطقة المبدئية ما نعكيش على الاستراتيجيات الفكرية نحكي الان معنات الحكيو على تونس الان وهنا نوفمبر الفين واحد وعشرين نجاوبك على السؤال متاعك الفين وعشرين خطر حكي واحد وعشرين قبل قبل ما نبحث على هل هي حاضمة سياسية هل هي حركات سياسية هل هي حركات احتجازية ام حركات احتجاجية سياسية نقول البعض منها اصبح حركة سياسية بدون حاضمة سياسية ولا حركة سياسية ميرجم سيمة حركة سياسية طرحت قضية اساسية اسمع العدالة الانتقالية وعبأت من اجلها المدة عاملو لثلاثة تعلم عو حركة احتجاجية عندها مطلب سياسي العنف البوليسي والافلات من العقاب الكامور حركة احتجاجية سياسية وتصوضت مع الحكومة وأمضات اتفاق مع الحكومة جمنا حركة اجتماعية احتجاجية سياسية أنجزت اتفاق وأمضات الاتفاق هذه حركات معروفة ما نسمي الحركات المعروفة التي سمعنا بها الناس الناس الكل الحركات الهذية السياسية الحركات الاجتماعية السياسية قطعت خطوة كما يحكي اي من طور باتجاه القرب من المجتمع المدني كانت تحرك في السنوات الاخيرة في افق دستورة في دورة 14 يعني تلقى تحرك على الماء يهز فصل الماء تحرك على التشغيل يهز فصل في للتشغيل يمشي قدام المجلس ويضغط ويطلب من اختلاع اتفاق من المجلس يعني عشنا خطوات اولى خطوات اولى في اقتحام الحركات احتجاجية المجال السياسي مع انت تسميه هكا بالجدل شوية سوسيولوجي مع انت الاسباس بيبليك ما عادش اسباس متاع تبادل الافكار ولا اسباس دوليدو كلاس مع انت دخلوا دخلوا الهوامش دخلوا دخلوا المغيبين دخلوا كل من كانوا خارج العملية السياسية باعتبارهم غير عقلانيين وغير معقوليين وغير وغير وساطيين ومعناها ورافضين الحوار دخلوا العملية السياسية التدري تدريجية هذا هذه الملامح العامة الاولى من حيث التفائل لكن من حيث النقاص ربما بعد نرجو عليها من بعد بعد نتكلم قلفة فما حركات سياسية عجزت انها حركات احتجاجية عفوا عجزت انها تولي حركات بالمعنى معنى ما نسميه احنا معنى تخرج من من وضعية المطلب الاحتجاجي الى ان بتطوري عندنا مطلب عام تعلم عم معاتش قضية عمر العبيدين تعلم عم ولات مطلب الشباب ضد العنف البوليسي الغير مشروع للدولة وتطالبوا بالافلات للعقاب وتكتب اليوم وغدوة بعض غدوة هذا على وجه الخطأ وغير وغير ومازل موجود مليش مسامح ولا الكامور الى اخيه الحركات اللي ما عملتش ست مونتيو جنراليتي معنا ما طلعتش الفوق ما تحولتش ما خرجتش من المطلب متاحها الجزئية مليتش حركات سياسية دونك كلمة حادنا سياسية ما نترجمهاش بمعنى حادنا الحزبية معنا قدرة الحركة الاجتماعية ان تولي مفاوض سياسي معنا تولي لعب سياسي انا جانب بوليتيك دو شانجمان بوليتيك هدا صار لبعض الحركات مليش مسامح كسرت القانون اجبدهم بشي عاد يراجعوه تعلم عم التو ما زالت تناظل السيكون دو كسروا قانون ولا جوزئيا وقعدين يناظضوا من اجله دستان ترنت قعدين يناظضوا من اجل الحركة التغيير بعض الاشياء المات ترنتويت فما حركات نشهد في العملية هذي في مرحلة اولى هذا المدخل اول ربع ما بعد زيدنا نشوفه حاجات اخرى صحيح ماهر اكيد بش نرجعوا بعد على الجانب الثاني من كلامك لكن خلينا في النقطة هذه اساسا تعلم عم تجربة تعلم عم او تجربة مانيش مسامح مثلا وشفنا الزخم اللي خلقته او اللي قاعدة تخلق فيه وشفنا كذلك انه غالبية الاحزاب المتعودة للشارع موش غريبة عليها ليها معناها منه الى الشارع شفناها تسير هاته الحركات موجودة فيها فما مناظلين من الاحزاب السياسية نلقاهم موجودين في هذا الحراك وكأنه الاحزاب السياسية وهنا نوجه السؤال الالفة وكأنه الاحزاب السياسية اصارت تخاف شوية او تحس انها مغامرة نوعا ما التعبقى النزول للشارع التعبقى من اجل مطالب اجتماعية توفقني على الكلام هذا لا كيفاش ريتو الموضوع هذا في حزب العمال كيفاش تعملتو معه شكرا ايمن يعطيك الصحة على الدعوة ومرحبا بالحاضرين الكل لحقيقة ما انت خليني نبدأ شوي في تحقيب على الملاحظة الأولى متاعك هو بالفعل يعني كيف نتذكره جام في الفين واحد وعشرين يعني كان فما سلسلة من التحركات اساسا في الحهم الشعبية نتفكره معناها الانطلاقة والمواجهات الليلية ومعناها التعاطي الوحشي معناها للدولة وقتها معناها من ايقافات ومن محاكمات ومن احكام يعني استعجالية ثم هكا الخلطة اللي صارت معناها من لحوم الشعبية ولنا فما معناها شباب متسايس سواء ينتمي الأحزاب سياسية ولا ينتمي الحركات أفوقية معناها اللي موجودة اليوم في تونس لكن فما مزيج متاع معنات في السياق هذاك أخلاق نوع من الابداع في التحركات اللي صارت في الفينيو وفما معناها تزاوج بين المطالب الاجتماعية لأبناء لحياة الشعبية وربطها معناها بخيارات الدولة وبالسياسات معناها الفاشلة واللي قدت معناها للوضعية هذكة اليوم آآ بعد الانقلاب متاع خمسة وعشرين جويليا آآ لحقيقة آآ معنتها مجح في برشا كيف نقوله فما تراجع للحركات الاجتماعية مازال فما تحركات آآ كيف نشوف مثلا التحركات متاع آآ المعالمين ولا سيدة النواب كيف نشوفوا التحركات متاع النساء العاملات في قطاع الفلاحة رجعوا المعاطلين على العمل زادا يتحركوا وآآ آآ وجود فيها اخرى آآ اللي نحب نأكد عليها برشا ايمن هي معناها ثقافة المقاومة لانه آآ فما برشا مؤشرات آآ تحب تقولنا اللي الشعب التونسي روا فقد الثيقة في التحركات اللي هي تنجم معناها تجيب له الحقوق متاعه في قد الثيقة معناها في الاحتجاج وفقده شيئا فشيئا ثقافة آآ المقاومة فتواصل التحركات هذية هو مؤشر على حاجتين كيما قلت تواصل فشل للمنظومة ولكن في المقابل معناها تواصل ثقافة المقاومة عند آآ الشعب التونسي بالنسبة للأحزاب السياسية آآ هو لحقيقة زداء الاوضاع بعد آآ خمسة وعشرين جويلية خلت المشهد آآ نوعا ما يركز اكثر على المصار السياسي وخاصة معناها خارط طريق اللي وضح الرئيس واستفتاء وانتخابات فنوعا ما بالحق معناها فما آآ التحركات دايور التحرك اللي ذكرته معناها اللي كان مناهض للاستفتاء معناها كان آآ آآ الدعوة ليه كانت من أحزاب سياسية آآ آآ منظمات آآ آآ المشهد اليوم فم نوعا من الانتظارية مش خوف بالأحزاب السياسية لكن المشهد آآ آآ حابين أولا كرهن الناس كون نعرفوا انقسم انقسم الساحة السياسية اليوم بين من يساند معنت آآ 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 خمسة وعشرين جويلية وقيس سعيد وبين من هو ضد معناها هذا المصار آآ آآ بي رماته آآ آآ حاجة أخرى معناها خلينا نعترفوا بها ليس خوف من النزول للشارع لكن فما حالة متاع انتظارية توجدت حتى عند آآ 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 معنتها آآ آآ خلينا من نخب السياسية آآ اللي مواقفها واضحة لكن حتى عند الناس فما نوع من الأمل آآ 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 توجد معناها بعد آآ سا وعشرين جويلية لكن اليوم العودة متاع الحراك كي ما قلت معنتها آآ آآ تخلي الناس بدت تحسم اللي را وفما تواصل معنا نفس الخيارات اللي آآ آآ معناها وصلت لل للقهر ووصلت ل آآ 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 حاجة أخرى خليني معناها تساند التحركات الاحتجاجية آآ آآ تحاول تقطرها لكن للأسف ما زالت عاجزة على اني هي تكون معنتها آآ 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 هي لي آآ 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 تخلق حركات احتجاجية نوعية هي لي معناها تقطر الحركات هذية معناها بشكل آآ 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 معناها هذي آآ آآ ما ناش ننجانبه في الحقيقة كيف نقولوه هذي الواقع الأحزاب الثورية ما زالت ضعيفة وما زالت نوعا ما بعيدة على اني تنجم تكون آآ هي الحاضنة لهذه الحركات ولو اني ناين اعتبر مش آآ مش معناها الأحزاب هذي يلزم تسقط رؤاها وآآ آآ معناها آآ آآ تصوراتها على معناها الفئات المفقرة والفئات معناها المهمشة اللي قاعدة تخرج بينما الأحزاب هذي لزم تلعب معناها تعمل مجهود كبير في اني تقنع هالمحتجين وهالفئات هذية الكل انه الاصلاحات والمطالب كما اذكر معناها الاستاذ ماهر المطالب معناها القطاعية والفئوية وهي مجرد اصلاحات وانه الحل في انخيرات كل هالتحركات في آآ برنامج سياسي آآ اقتصادي بالطبيعة اجتماعي ويلزم تقنع معناها هالجماهير المنطفذة هذي ولا الجماهير اللي تتحرك ببرامجها السياسية وبانه التغيير يجب ان يكون تغيير جذري على انقاذ المنظومة مش مجرد معناها آآ مطالب معناها او اصلاحات في اطار منظومة الحكم الحالي اواضحة اولفا كيد باش نرجعو ازلنا باش نسألوا من بعد طبعا الحضور عندهم ما يذيف في الموضوع ذا يا مهر اخليني نطرح لك سؤال يعني بشي حلك الشاهية مش محرج بشي حلك الشاهية بره يعني كنا حكيوا اليوم على الحاضنة السياسية للحرك الاحتجاجي نوعا ما آآ انا نتحدث عن آآ عقلنة هذه المطالب الاجتماعية اساسا هالغياب هاته الحاضنة يفسر نوعا ما انه جل اغلب الحركات الاحتجاجية لم تنجح ماهر في تحقيق مطالبها أو في كسب نقاط يعني ما نتعلم عم شفنا معناها حراك يعني بلاد كاملة منخرطة فيه أحزاب وجمعيات ملكورة للسياسة للطباء معناها كل القطاعات منخرطت فيه في الأخر جاء الحكم كما كان متوقع يعني على وجه الخطأ يعني شي مسامح صحيح فما فما حقت بعض المكاسب ولكن في الأخر اتعدى وشفنا انه اتعدى هل يعني هنا نحكيه على دور الحاظنة لهذا نتيجة يعني انه هذا الحراك كان منفلت نوعا ما عن الحاظنة اللي قادرة باشتعق لناه او انه يعني صارت تعطيلات او ربما انحرافات داخلية في هذا في مصاري احتجاجي بعد ما يكبر وياخذ زخمة متاعه يخلي من السهل على السلطة او الترف المقابل انه يلتف عليه ويبرده بشوية بشوية باستعمال اليات وطبعا من جهاز الشرطة الى وسائل الاعلام الى غير ذلك. شكرا ايمن نجاوبك على السؤال انتي لقى من عودة للسعر في تونس تاريخيا الحركة الاحتجاجية الكبيرة اللي طيحت بنعلي حركة اجتماعية احتجاجية كبيرة تسو عشرين يوم شعب حركة اجتماعية تدريجيا تدريجيا لان تقريبا كل المجتمع بطبقاته المختلفة بفئاته معناه تحدث انا وصديقه بط نهارة ربعتاش جانفيو للشارع قال لصاحبه وقال له جماعة السندبيت في اللي فنو شمزيل معناه سيفيدي ربع ساعة الاخرى نس كل في الشارع الطالب باسقاط باسقاط النظام ولا برحيل منعليه الارحلية هذي من بعد السار ما حتى جوجموه النرماتي في بعد السار معناه بعد المجتمع الكلو خرج البرا خرجت حركة احتجاجية اه سلفية حركة احتجاجية سلفية تعبر على عمق من اعمق المجتمع موجودة موضوعيا موجودة معناه في المجتمع من الموش نقول اه كتب تأويل جات من قطر وجاي من افغانستين ويمولوا فيها والخارج والدو تأثير جزء من من تفسير لكن مش كل التفسير ورجعت حركة النهذا الاسلامية ورجعت حركات قومية ورجعت حركات الليبرالية هالحركات الاجتماعية الاحتجاجية الكبيرة هذي تغلبت 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 بالاطار السياسي اللي تخلق وقتها اللي هو التنافس الاسلامي العلماني دوك نشح مع انت نشح الاسلاميين في انهم يتوحدوا في اطار سياسي وغلبتوا بين مناخهم الاحتجاجي والحاظة السياسية متاع فضاءهم الاحتجاج والغنوش يقال جماعته وقالوا استناهوا احتجوا ما استناهوا احنا حاظنا المشروعكم لكن خلينا في التواصل مع بعضنا مازال بكري الجيش مش مضمون والبوليسية مش مضمونين وعليهم مش مضمونين لكن احضر الحاظنة متاعكم دونك ذلك صار اتفاق انو الحركة هذي الحاظنة لهذا المشروع الاسلامي الراديكالي السلافي الارسولي مهما كانت تسميات اللي نحبو حبو نقول حبو نقولهما ميجي هالاخر صارت محاولات امتحاضنا راو صارت نيدا تونس حاب يعمل تياري سيري في داخل معياري مغير ما نسن نحكم مع الناس اللي دخلوا وطنيين مش وطنيين وفشل الخيار فشل مع الناس اللي يوم داخل في في حزب ريبيرالي في سانديرس ان كورام زلك عمل انتخابات النصبية في امريكا صارت حاظنا اخرس مالجابه الشعبية وفشلت حتى اللي حط الحزيب اللي خرجوا مالجابه الشعبية صارت فيهم مشاكل في داخلهم التيار مبعد في وقت نقاط ولا حاظنا رفوج رفوج معنى كما كل واحد اللي عنده شوية ذهبا في الاخر في في الضبع ساعة الاخرانية وكيف كيف مالوخيان امانا فيه مشاكل موش الحاظنا الممكنة لحد الان دوقش معانتها معانتها فكرة انتقال الاحتجاج الغاضب المتحمس المنفعل الى اطر سياسية في مأزق في مأزق تجريبي تجريبي معنى تونسي تونسي مش نظري تونسيا في مأزق تجريبي معنى تجريبيا منجحناش في ان نربط ما بين الحركة الاحتجاجية والحركة السياسية نخذ مثال الاكراد فما اكراد عندهم عندهم حركة مسلحة وعندهم حركة سياسية معنى افهم امكانية باش لعبات تعمل هذي امريكا اللاتينية كلهم يقعد ينزعوا في السلاح ويتحولوا من يحولوا السياسة الى حاضنا للحركات المسلحة سابقا دوق معقول التفكير في هذا دوق نرجع لتونس ونجاوب على سؤال سؤال ايمن الحركات هذه الساعة عندها زوز معطيات ايجابية اولا الحركة يحملها جمهورة سميوها في معنى سوسيولوجي برغماتيك اللي يتحرك على الماء نسان عطشان اللي يتحرك على عمر شباب اللي يتعاطفين معاها مرة قبل يتحرك على اللي يقعد يظهر اللي يفلح ام ويكتب ويعمل في الهاشتاغ وفي الحيوط الى خير هي ولا سامبول بالنسبة لهم ولا سامبول اللي يتحرك على المساوات هما النساء اللي يتحرك على النساء الفلاحات هما النساء الفلاحات اللي يتحرك على التلاوث في سيقس هما سفقس هما السكين سفيقس دونك كي ما يقول ماركس رو في ديوجل الالمانية الشخص يتحرك على مشاكله ما يتحركش على مشاكل غيره لا بروفوني اليسار الالماني كان من اقوى اليسارات في العالم تعديد خدامه الفاشنازية وهو يتفرج عليها في عظمية من منظرين اليسار الالماني غلبته الفاشية ما نجحش بشي وقفها لا هتنر اخترق ما بين الحربين وفكر للشعب الالماني معناه اذا كنفكروا في حاجة سياسية مش فقط نفكر انه في عقل لتها نفكروا في ان نخليها حية نخليها غاضبة نخليها غاضبة اما يحب يحتضن يكون في مستوى تطلعات الغذب معناه يكون يعطي وزنه للغذب يعطي وزنه الاحتجاج يعطي وزنه الراديكالية المطلب اما كاني حركة احتجاجية الراديكالية وانتي تحب تدخلها في مول سياسي تدريجي بدخلش لو حتى كنت حلق قضية على العموم توجي قضية اخرى توجي قضية اخرى خفايا المجتمع الدولسي من وقت انتي اه كنت ايمن معناه مع المجموعة تحركات تحركات حجاجية ايها اعطيت نتيج اليوم اعطيت نتيج عملية معناه قاعدين عايشينها بصفة بصفة حية نعيشوها معناه كمكاسب ديمقراطية الحاجة الاخرى اللي عطلت هالانتقال هذية ولا هالعملية هذية انه صار جدل كبير في تونس ما بين ثورة والدولة الثورة ميز ماش تدخل الدولة الثوار محبوش يدخلوا الدولة ارى عديد من الثوار شباب الثوري ما تخلى عملية انتخابية الا ستة غير البعض مش هقابل سيئة 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 قبل ما يساكن المكتب الاقتراع بربعة ساعة العملية الانتخابية والانتخابية والمجلس هذي عملية مرفوضة بش خطر فما ندا تونس والخطر فما نظام القديم والخطر فما تساترة لا لا رفض اعتبار الدولة اداة لبناء الاشتراكية لا يمكن ان تبنى الاشتراكية من داخل مؤسسات الدولة هذه قناعة سياسية عند قطعات واسعة من الشباب اليساري التونسي والحزبي والماركسي هو قاعد يتطور الامور خاصة وقت الاستبداد حاجة لكن بعد اتبادت حاجة يعني اليسار التونسي يعتبر الاندي يوصل له الحكم عن طريق صندوق الاقتراع مشايف في اثنية غير ثورية الشباب اليسار التونسي جيفاري مش الاندي جيفاري ايقونة متاعه كثير من الاندي طوى الاندي نحبوه بكدي فما صديق التحكي على داسيلفا داسيلفا عمل التحالف واسع في بلزين مش يطلع خطر قديمه مرشح مرشح شعبه بيشي طيح وميشي بشي طيحوا بال بالتحالفات اليسارية الثيق الحاجة الاخرى كان عندي دقيقتين اخرين مثلش الحاجة الاخرى انه التحركات الثجاجية هذه هي معطى جديد من عام اثمان وستين رأى قبل رأوا العمال معروفين في المصنع عندهم نقابة دافع على مصالحهم وحزب يسيري كان كانت بايد عند التقاليد يسيرية اما الفلاحين والليزينتاليكتويل ديكلاسي وليفام وليزارتيست وليزيتوديان نيجري وحتى لكل وقال ربما الاربية العربي هذي تحركات حركات سياسية ما قبل شعبوية معطى صان ليدر معنى هوريزونتال ما فهماش اه حزب سياسي والحركة سياسية موش معناها قاعد ان ان انبرر ولا اننظر لانه هزيمة تقعد هكا ما يلزم نفهمو اللي العملية ماشي الية ماشي معناتها راوكي في حل غدوة بتائرة ديمقراطي قراج كبير وباب كبير في دخلت سوميرو مورك بش يجيوا العباد يدخلوا ما يدخلوش ازن تتبنى الاحزاب اوترما ازن تتبنى الفكرة السياسية والعملية السياسية اوترما معنا تتبنى بطريقة اخرى بطريقة راديكالية المطلب وراديكالية المطلب المحلي والفئوي والجندري والملح واعطاء امكانية تدريجية لتحول هذه المطالب من مطالب جزئية في اوية الى مطالب سياسي وهذا قاعد يصير قاعد يصير انا كنقرأ بيانات متاع متاع حملة حملة تعلم عم كنسمع ايوب عمارة سياسي يتكلم مش كم يقولوا عليها معناها جمهور متاع كورة عنده حتى ومستوى كنا يتكلم يا بلادنا ولاد خطاب سياسي اللي اللي يكتب الكلمات السياسية انا تدعوه يعرفش يعمل ويعرفش يقول مش تقعد تقعد العلاقة بالوسائط هذي مجاباش قيش سعيد الوسائط ما كانتش فيه مستوى ما كانتش فيه مستوى الارزونانس اوك الاراديكاليتي الاراديكاليتي هي لا الاراديكاليتي هي الاكزيست الاراديكاليتي قطعا الطريق وحرقا العجل والاعتصام واضرب الجوع والمسيرة تحركات احتجاجية راديكالية في العالم الكل يخيل الالم في الجيلي جون سيستيقف الالم بوان ما الذي يجعلنا في وضعية معناها متاع تفكير حيرى ماتهة كما نقول حتى الالكتاب انا نفسي نعتبر لشي ما عنديش الحلول في ماتهة كما عباد الكل على مستوى نظر خطر شما الاخر كان تقديدي واضح رو بالنسبة لنا تقرف الباك تدخل هكا شوية حلقة تلماذية صغيرة عندك اجتاد العربية والفلسفية يعطيك شوية نصوص مكتوبة في الصين عام اربعين تتحفظهما شوية وتتبع شوية الخط هذيك تدخل لاتي حاد الطلبة كانك قومي عبد الناصر كانك بعثي اه اه اسمه مش العفلق وصدام حسين وكانك ماوي اه كانك وطد ماوي الوطد نزيده شوية معمود درويش ونزيده شوية ريواية يعني نعملوا هكا تخلطة تونسية شوية وبالغداهم وكانك اه بوكت اه اسمه وستالين وقالبا وانور خوجة متشمش تخرج عليهم هذومة تقول لا يا شباب مش هذا شباب مش حكا مش حكا معنا مش فما ذهنية يسارية اخرى وروح يسارية اخرى روح يسارية اخرى فيها نسيسيلمو يسانسيلمو بتاتر في الكلف اللي خلال الخرية يقولها نسيسيلمو ان بلوك استوريك فما ان ملتوتود فما عشادات من الفئات والطبقات قاعد يتحرك انا نعتبر تحرك الطبقة الوسطى من اجل ما طالبها الاجتماعية تحرك احتجاجي يندرج في اطار الصراع الطبقي يندرج في اطار تحسين ظروف العيش واش في افق ثوري راو في افق معنا تغيير نمط الانتاج ولا تغيير علاقة رأس المال بالعمل اخي طب نحكيوا على رأس المال والشركات الرأس المالية التمسية ثمانية وثمانين في المية من الشركات التمسية والله ونكر سي العجبون يكذب لي ويأيد الرقم هذي شركات تعايلية من تتخدم من واحد حتى العسرة من الناس يخدموا هو في الحنوط وبعد جي مرت وبعد جي بنته وفي مكتبة وانتريتي ولا خدنا نقابة لا خدامة لا 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 احتجاج لا حتى شي نقول لموديل بتاع انه رأس المال يستغل والعمال في المصانع والنقابات الكبرى وما سي بس يا جرمينال معنى وين رأوا فيه معنى وين نرأوا فيه هذي في المستمعات الكبرى معنى كيفاش كيفاش نجمه ندفعه الصراع الطبقي والشماء هذا سريالي مش واقع هاو بش تحاول جاوبنا ألفا على سؤاله ذا يا مير ولو انه يعني آآ آآ ما سؤالي ألفا يعني هل انه الشباب المحتجر طلع البارة أكثر من من الأحزاب خليني نحكي على الأحزاب اليسارية آآ هذا واحد هل كذلك انه معناها اليوم نشوفه اللي أحزاب ما هيش يسارية أحزاب وسطية ولا أحزاب الليبيرالية صارت قادرة على آآ آآ اقتحام معناها حصون اليسار كيما كان يحكي ماهر في المصانع آآ آآ ما عادش عنا نقبات حمر مع 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 ما عادش فاهم وجود لل للأفكار اللي ترفحها الأحزاب اليسارية في حين آآ آآ هو ولو انه ماش خاصية تونسية يعني حتى تقريبا في العالم الكل شوفنا الحركات اليمينية وحتى المتطرفة هي اللي متغلغ لأكثر في آآ المعنيها الكلاس وفرييري اكثر من الاحزاب اليسارية او الافكار اليسارية. فهنا آآ 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 اهن ا آآ آآ ان عاود لك سؤال هل انو الشاباب المحتاج جتل عليكم البارة برشة اما هل انو هو في غالبيته كان عنده تجارب حزبية ربما في احزاب كلاسيكية ثم اخرج منها بحثا عن آآ آآ حراك فيه اكثر حرية ما فيهوش قيود ما فيهوش آآ آآ انضباط حزبي معناها يخليه ربما يقص لجوانحو شوي. كيفاش تعلق على الكلمة. شكرا ايمن. هو معناها اه الحقيقة خلينا نتفعل شوي مع مدخلة الاستاذ ماهر. معناها مانيش متفقة اللي اليسار اليوم قاعد يكرر في نفس السلوغان وإلا معناها متشبث اه باقي القراءات الكديمة وداير في اطار الدعابة ونحب درويش. هاي فيطار الدعاب. اي اه على كل انا اللي حبيت نقوله معناها كيف نقوله اليسار متشبث اه بالقراءات متاعه معناها اه ياخي كيف نحكو على الصراع الطبقي وكيف نحكو على المنظومة الرأسمالية ولا الرأسمالية التابعة في في بلادنا ونقول وراه معناها المصالح الطبقية اه ريفاها تناقضات والتناقضات هذه لازم تتحل معناها هذا منافي للحقيقة ولا هذه هي الحقيقة اليوم معناها كيف نقوله فما اه من مينوريتي انت عائلات متنفذة اللي اه اه مصالحها قبل معناها هي كانت الحاضنة الاجتماعية للدكتاتورية وما بعد الثورة يعني اه اه نفس العائلات المتنفذة حافظت على مصالحها مع حركة النهضة ومع حركة النهضة وآآ آآ نيدا تونس ثم اليوم هي تراهن زادة تنجم تراهن على قيس سعيد باشي يرعالها مصالحها في المقابل فما معناها غالبية متاع شعب تعيش الفقر وتعيش التهميش وتعيش معناها الحيف هذيا واقع اننا آآ نحاولوا نتفاعلوا معاه الواقع هذيا ونعطوا اجابات معناها آآ بطبيعة اليسار الثوري معناها ديما الاجابات متاعو تكون معناها في اطار حلول جذرية لانه بالنسبة لينا هالمنظومة هذي اللي اختارت اني معناها تكون طبقيا منحازة لهالمينوريته هذية ما تنجمش معناها حتى كي تفرض عليها بعض التنازلات راهي سرعان ما تنجم تتراجع عليها وما تنجمش تحقق معناها العيش الكريم للغالبية متاع الشعب التونسي ديار نحن نشوفه كل ما يحبوا يعملوا خطوات حتى الدباء متاع بكري والنقاش متاع الاجراءات الموجعة ومعناها مسألة رفع الدعم والخوصة الى اخره كل هالخيارات هذية ومواصلة الخيارات هذية ما ينجمش يصير في اطار ولا في واقع في معناها الحريات هذك عليش قبل هالاجراءات هذية نلقو محاولة العودة معناها الى مربع معناها القمع ومربع معناها قمع الحريات وقمع التحركات الى اخره نرجع لل معناها مش صحيح انه التحركات الاحتجاجية في اغلبها كانوا معناها فم بعض العناصر اللي كانوا عاشوا تجارب تنظيمية بقوة يحملوا معناها الافكار لكن قد يكون عندهم معناها تصورات اخرى لاشكال التنظم الى اخره لكن فم العديد من التحركات الاحتجاجية في الاحيال الشعبية في المناطق الريفية في كذا ما كانتش ناس عندها تجارب تنظيمية وسياسية لكن الناس هذي انطلقت من معانتها المباشرة انطلقت من واقعها الملموس وحبت تغير ولهنا خليني نقول كل ما التحركات هذية انفتحت معناها اعلى اه اه فم في بعض الجهات نقابيين عندهم تجارب نقابية معناها واثروا في الحراك وطوروه معانتها واعطوه حتى بعض الشعارات فما معانتها منظمات المجتمع المدني معانتها تتدخل وتحاول تقطر الحراك فما الاحزاب السياسية ووقت اللي تتمكن من ذلك معناها ووقت اللي عندها الامكانية تحاول معناها تتدخل وتطور الحراك كل ما فما حراك انفتح على كل هالمكونات هذية الا وتطور وتفتحة الافاق متاعه وصعد معناها المطالب متاعه وحتى معناها درجة الوعي متاع المحتجين تتطور بفعل التجربة اللي عاشوها وتولي تربط اه الحلول معناها بشكل مباشر بما هو سياسي وبتغيير معناها منظومة الحكم ككل يعني اه بش نقولوا اه تطليع البارة فما فما نوع من العلاقة الجدلية اه نانشوف انه معناها المشكل مش في التصورات مثلا كحزب عمال ولا القوى اليسارية عموما المشكل هو في اه قدرة الاحزاب على الوصول والاقناع ببارمجها واستيعاب زادة اكل فئات هذيك اللي قاعدة معناها تحاول تنتفظ وتغير من هالواقع صحة اولفا بش نرجعولك في مزلت عنا يعني بش ننفسحوا الكلمة الماهر والفا ثم نفتحوا النقاش اه مهر اه يعني اه هاته العلاقة ما بين اه التشكيلات الحزبية مش حتى الكلاسيكية يعني نحكيه وعلى تنظيمات عندها اساليب عمل وانذبات تفرضوا على اه ابنائها او مناظليها وما بين الحرك الشعبي الاجتماعي اللي شفناه يعني بعيد عن التحركات القطاعية يعني شفناه اللي خرج تقريبا من اجل نفس المطالب اللي يرفعوها الاحزاب السياسية لتطمح الى تغيير سياسي ولكن ببلهجة مختلفة وباليات مختلفة احيانا حتى في توقيت مختلف اه بيعني فقدان ثقة مختلفة اه تجاه الدولة اللي قادر الايمان اصلا بانه هاته الدولة اه قادرة على سماع على الاقل الشباب اذو ما ولا لا وآآ يعني مبين اه احزاب بنوعا ما اه شفنا انها اه صارت وكأنها تدافع على وجودها قبل ما اه تتوجه او اه تدافع على مطالب الفئات الاقل حظا ولا الشباب الاكثر اه غضبا شفناها قاد معناها وكأنها تدافع على اه بقائها وجودها اه وتلتقي احيانا اه يعني اه في اه يعني اه تنسيقيات عمل مشترك سياسي كما اللي موجود طوى بعد اه خمسة وعشرين جويلية نلقاه اه يعني اه احزاب متباعدة نوعا ما اديولوجيا حتى اه اه في الزمن القريب متباعدة وحتى المعنى وهي تخدم مع بعضها كما نقوله كل اه كل حزب شتانه في جيبه او كل كل فريق شتانه في جيبه فما عمل مشترك ولكن اه معناها ديما فما اه الانفجارات تلقاها في الدورة وعنها تجربة امتع الجبهة الشعبية معناها شفناها كيفاش اه بين الفين واربعتاش والفين وتسعتاش اه اشنية اللي صار اه في الجبهة الشعبية اه ماهر مش بش نقولك ما اه اشن هو سبيل الخلاص في الاخر ولكن اه في يعني في ذل هالصورة هذي المتشعبة وفي ذل الواقع السياسي اللي تفرض اليومها علي كل القوى الحية مبعد خمسة وعشرين جويلة اه طريق طريق الخلاص على اقل طريق منين نبدأ ونتحسوه منين نبدأ كشح مثلو ظن اول حاجة ساع انا عندي تقدير واحترام كبير كبير ياسر لأي مناظر حزبي معناها مهما كان مكانه وموقعه في التنظيم انا مريت بتجربة حزبية واناعتبرها من احسن تجربة حياتي او رفيقي غسين كنا فرد حزب معنا وعشت في حزب فيه بكل على كل قولكم البيدي بي كان فيه مئة وخمسين واخرات معنا يمكن فانا وما يرحمها وصمود والكره بمتاح معنا نعتبر الانتماء الحزبي والالتزام الحزبي عمل اخلاقي ونظالي وانساني راقي جدا الانسان يعطي من وقت ومن جهد ومن عائلته ومن اولاده وصاعات من الفلوس ومن حريته الشخصية ما هي حاجة معناها ما فيهش نقاش بقى كنت حدث الآن مع اصدقائي وعلى عماري فيق وعلى رفيقتي على أزمة الحزب نحكي عليها كأزمة هيكلية مش مش مسؤول عليها أشخاص مش فما أشخاص مسؤولين على 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 الأشخاص ينجم يكونوا معنا في أزمة الجبهة الشعبية قالوا خاطر فما مشكل بين منجي وحمى هاو حمى بعد على بعضهم وصارت مشكلة بين حمى وحد اخر ومنجي وحد اخر ذلك المشكلة مش بين حمى ومنجي فما مشكلة أخرى مش 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 مشكلة معناها بين شخصين مشكلة هيكلية داخل العماريات السياسية الأحزاب هذه يا أيمن كان عندها مشكلة آخر مع الشباب جيليا على مستوى الجيل على مستوى الاعتراف الجيلي مش معناها معناها القيادات الكبيرة ولا معناها الكبيرة كانت معناها عطوفة على الشباب وكانت معناها تتسامح مع الشباب وتسمع وتقعد معها لا لا كان عندها مشكل آآ فكري معنوي السيكولوجي من تحمل الشباب القيادة الحزبية القيادة والترشح والحضور الاعلامي مشكل مشكل حقيقي وعبر عليه الحزاب داخل عبر عليه الشباب بداخل الحزاب وكان عنده مشكلة بخلاف المشكلة الجيلية على المستوى العمري كان عنده مشكلة مع ذهنية هذا الشباب مع ذهنيته مع كيفاش يفكر مع كيفاش يعيش مع كيفاش يأكل مع كيفاش يخرج مع كيفاش يسر مع كيفاش يقيم علاقاته الشخصية مع كيفاش يقيم علاقاته العاطفية حياته الكلها كيفاش كيفاش عايشها المشكلة الاخرى كيف كيف شباب اغلبوا جاي من طبقات وسطة حبوا يكلفوه بمهام الدفاع المهمشي معنا فما حاجة اساسية في في دفع الصراع الطبقي هو التحول من الكلاس سنسواء لكلاس بورسواء روي ليش بيكون وعده تخدام روي لكن ما عندهش الوعي بأنه مستهد هو خدام ليش بيكون روي مسكين فقير وموضي ومعناه منكسر وجعان لكن ما عندهش الوعي ليهو مستهد اذا كان ما عندهش الوعي ليهو مستهد ما تجبش ترد منه طاقة ثورية ما 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 تحولش لطاقة ثورية وتمشي تلقى في جهة اخرى في فصائل اخرى من المجتمع ولا في اخرى من المجتمع تلقى طبيب تلقى محامي تلقى استاذ جامعي ما واش مستهد طبقيا لكن عنده كونسيونس دو كلاس بتيت بورجواز بش ناظن اجل الديمقراطية سي بورسوناك عنده سوفل بارسكو هو عطان نفسه مهمة سياسية تنسج يزم مع وضعه الطبقي وطلبه منه هو بش يولي يهزك الوعي الطبقي متاعه متاع محامي وهز يقنع به خدم المينة ولا خدم الشمينو ولا ولا خدم في ممد معمل خاص ولا ولا قاتل الحي الى اخي دوك الصعوبات هذه الموجودة في مجال تشكيل هذه الملتوتود سعيبة رو بش تخلق معناه معنى انسوا هكا تخلقها معنى الفئة اجتباعية فيها عشرة واخمستاش واثنشن شريحة وفيها خمسة وعشرين مطلب حتى الزبلة في سفيقس فم المشكلة حقيقية لكن كانت تقتلهم من المطالب هذو ما تقتل للنديكالية كانت تقوله من نحيهم طول اولوية القدس نقولك بيش تبنى كورد ويهو والزبلة في سفيقس معنى شنو معنى عليش تحب تهزني الغادي معنى ما فهم انه انت تعمل تحليل وتربط بالاساس بين الزبلة والصهيونية نبقى نبتاوش هي ما نلقاو نلقاوه عليك نجمو نلقاوه عليك اما هو اما هو اللي قاعد غادي في سفيقس يحب حل هذك يحب الحل هذك يحب الحل هذك دوك هاو شنو الامكارية متع التفكير امكارية التفكير معناه لازمنا مع بعضنا نجتهدوا فيها اولا الساعة كم نقول في العلومة الكتاب مش خلاص كنت تشريوها تقرؤها التمرد يزمو يقعد لا راديكاليتي في التمرد يزمو يقعد كل واحد عنده مطلب يحتج عليه بطريقة راديكالية راديكالية سلمية بنسوية ما انت مش عنيفة انا انا قاعد نتكلم تاهم بعد اخوة بعد بعد كل حد يعمل اللي يحب راديكالية راديكالية المطلب هذي حاشة اثنين حرص على ربط هذه الحركات الاحتجاجية بالمجتمع المدني وهذا قاعد يصير مش خطرني انا في نشاز ولا في نشاز ولا هاو بحثنا لعي سيف ولا هاو نويت ممكن المجتمع المدني ينجي من يكون حاضنة كونفرجنس اثنين راديكاليتي لماذا؟ لأن هناك جنون لأن هناك جنون ينصي سيفل جنون لذلك يجب ان تصير كونفرجنس دولوت او الارتكوليس دولوت اسهل قليلاً يجب ان تخلق هذه العلاقة وعلى خاطر ربط بين المجتمع المدني الممهنن معنى بروفيشنونيل وستركتوري كما قال بكري سينابيل الاكسيل مهم زادة في الحركات الاحتجاجية مغير الاكسيل زادة الحركات الاحتجاجية جيستيون دوبروجيه وكميونيكاسيون الي اخيه دوك هذي خلينا على قد نحافظ على السوف الهذي ريفو لسونير الارانس المتاهة ما نقلقوش منها ما عشوا حدنا في متاهة نختم بالمثال هذي المموور سوسيال متع الشيلي بدال خطر طلعوا ثلاثين فرنك في المترو ولد حركة احتجاجية من ضد ثلاثين سنة متعني وليبيرالية عملوا اسمبلي عملوا احسن دستور في تاريخ البشرية فيه من حق في الماء الى الحق في الاجهاض الى الحق في الكعداوة اللي طيحوا دستور اللولاني اللي طيحوا المنظومة بينوشي سوتوا ضدوا علش الخطر نخبر كده دستور قفزة ياسر على الانتروبولوجيا متع انو يولي هذك دستور معنا ما فهمتش اللي اللوجيك متع التمرد حاجة واللوجيك متع الحاضنة المؤسساتي للتمرد حاجة اخرى وقالها بوليتش وقاعدين يقولوا فيها اللي زينتليكتول ديكوش شيليا ما عرفناش كيفاش نعاود ونخرج وندخلوا التمرد للدولة خطر حتى وقت اللي بينوشي عمل التصويت انتر باش يصوتوا بشي يقعد هولا ما يقعدش اربعة وربعين في المية اربعة وربعين في المية صوتوا معناها ضد الواحدة وربعين في المية من المجتمع الشيلي يحب يقعد اربعة وربعين في المية مشيلي يحبوا بينوشي يقعد بينوشي ها مش بن علي وبرقيبة وقيس سعيد بينوشي اربعة وربعين في المية قالوا يحبوا يقعد معنا تني كونت اللي فهم كنيسة ولي فهم يمين ولي فهم اعلام ولي فهم مال ولي فهم سخصية تسلطية سقنة العباد ولي فهم معناها هكا ربما عسكرية هاي منتع الناس يتخيلوها ما معناها هكا نتبشي هي الشيلي يتضيع دونك راديكاليتي كونجسا في كلاسوستي سيفيل اه اه دوني لطن وطن بارسكو ريالما بلادنا اكثر بلاد في المنطقة العربية مؤهلة بشي تولد فيها يسار ديمقراطي جديد شكرا ماهر اكيد برشا اسأل قادين يحضروا لكهم جوست بش نختموا المدخلات مع أولفا ثم نفسح الكلمة للجمهور أولفا بشن نربط باللي وفيه بيه مهر يعني حتى في تونس شفنا مثلا خلينا نربطه بخامسة وعشرين جويلية والحراك اللي خرج معناها رد فعل على كما شفناه مطلب تعويذات وفرض تقديم التعويذات اللي كان حاضر فيه قيادي في النهضة ومن تلك الفيديو معني كرة الثلج كبرت بدرجة كبيرة وبدأ الاعداد ليوم عيد الجمهورية مظاهرة تكون شاملة في مختلف الولايات وغابت الأحزاب في البداية عن هذا الحراك ثم توجست منه ثم عدته كريمو رفضت النزول وخذيت موقف سلبي من مسانة هذا الحراك اللي نذكره على الأقال في الفترة ذي كأنه ما بين الأحزاب القليلة أو خليني نقول الحزب الوحيد اللي تكلم عن الموضوع كان حزب العمال وقال أنا لن أشارك في هذا الحراك وهذه المجموعات فيها نوع من الغموض والشبهة التي تعد لـ 25 جويل ثم طبعاً الغياب طبيعة ما تحتملش شفنا أنه في ظل غياب الأحزاب عند أطير هذا الحراك أشكون اللي استثمروا وين مشات الأمور ألفة مسؤولية الأحزاب اليوم مسؤولية الأحزاب ديما خليني نقعد في الأحزاب اليسارية لأنه هي نرمال ما تكون هي معناها الأبن الطبيعي للحركات الاحتجاجية وللشارع مسؤوليتها اليوم فيما قالت إليه الأوضاع في تونس اليوم ومعناها نحن كما نشوفه تاوى تقريباً الأحزاب فقدت المبادرة فقدت حتى القدرة على رد الفعل كما نشوفه في الشارع فما تنظيمات أخرى فما قواء أخرى بعيدة شوية على اليسار هي اللي شفناها قادرة باش تعبي حتى بخطاب معناها شعب أوي حتى بخطاب ماذوي يحمل أساساً الأحزاب اليسارية مسؤولية ما قالت إليه الأوضاع في تونس بعد عشر سنين وشوفنا كذلك في المقابل صوت قاعد يعلى بشوي بشوي يحصر على وقت بن علي كنا ناكله كانت لبس علينا هاي جرائر اليسار وين وصلتنا معاش خالتين على شهرين معاش خالتين على الخبز ألف كيفاش تجيوب على كلام برشا كلام هو مثال شيء هو معناها فما نقطة مهمة أنت اضطرقت لها بالفعل معناها ولحقيقة خاليني نقول معناها النوع من الانحراف اللي يصير واللي يفتعل في علاقة معناها بالجماهير وهو معناها حطان كل الأحزاب ولا فما مصطلح ما نحبه شبرش الطبق السياسي الكل في نفس السلة وتحميلها الكل معناها مسؤولية معناها ما قالت إليه الأوضاع في البلاد شيرته بعد الثورة معناها من الثورة ونحن جاي هذي هنا يخليني نعرج على حاجة أخرى هو كيف نقوله منظومة الحكم المنظومة معناها بقى فما خدمة كبيرة على حصرها في الذهنية بتاع معناها التوينسة في المؤسسات بتاع الحكم في برلمان في في رئيس دولة في كذا والحال أنه كيف نحكو على منظومة حكم هي منظومة معناها فما مؤسسات الحكم لكن فما منظومة إعلامية فما منظومة ثقافية فما معناها المنظومة بجميع أبعادها وهذه الحقيقة المنظومة لهنا خدمة برشا على التشويه معناها القوى الديمقراطية والقوى الثورية وخدمة زادة على أني اتحمل تبعات الأزمة ومقالات معناها الأوضاع لكل الطيف السياسي معناها ما غير معناها كما اللي حكم كما المحكم مش كما المعارض كما اللي في الحكم إلى آخره فهذه معناها رو مهم برشا وفي تقدير يلزم معناها الأحزاب اليوم الثورية والأحزاب الديمقراطية عندها خدمة كبيرة في توضيح المفاهيم هذية وفي معناها تحميل المسؤولية بتاع الأزمة المتسبين فيه حاجة أخرى هي معناها في عودة على ما نيش مش نهرب منها الحكاية في عودة على موقف حزب العمال حزب العمال من المشاركة في حراك 25 جويلية افكتيف مون احنا كنا المناظلين تاع الحزب كنا موجودين في التحركات 21 جويل في التحركات اللي بعدها التحركات في علاقة بالإجراءات اللي شفنا فهم عدم عدالة في وقت بريود الكورونا معناها أبارة توقيفة الأخرى توقفت في القروان وقت اللي تحركنا ضد الإجراءات اللي اتخذتها حكومة المشيشي إلى آخره كنا موجودين لكن اللي حاضر في الحركة وقتها فما نوع من مراكمة الوعي وفما نوع من مراكمة الغضب اللي كان ينجم يتوجه لتغيير منظومة الحكم نتفكر وقتها عملنا حتى شباب في القروان اسموا جلوب فايضة لزفيش كانت ضد المشيشي وضد البرلمان والغنوشي إلى آخره ولكن ضد قيص عيد اللي كان يعطبر فكل التحركات هذي كان جزء من السيستام ثم اللي صار نحن في حزب العمال اعتبرناه ركوب على هاك الغضب المراكمة بتاع الغضب اللي توجدت عند الشباب واعتبرناه نوع على الأقل خليني نقول نسميه نوع منه الانقلاب حتى على امكانية التغيير الثوري للمنظومة ككل والانقلاب هذي شايف حزب العمال انه بش ينقذ المنظومة ومعنت كيف نحكو على انقاذ المنظومة انقاذ مواصلت الخيارات الاقتصادية والاجتماعية مواصلت معناها وتغيير فقط اللاعب في الحكاية نرجع لهنا للأفق ولو انه سؤال ترحت انت الأستاذ ماهر انا في تقديري اليوم معنت ازال اوضاع هذية راهو يلزم بالفعل معنت الاحديث على العمل المشترك العمل المشترك من اجل اول حاجة مواجهة هالاختر معنت السياسي معنت اللي اللي قاعدين نشوفه فيه شفنا معناها معنت الدستور وكيفية كتبت الدستور وشفنا معناها المراسيم اللي قاعد يعمل فيها قايص صعيد ومعنت هو راهو تواصل لك الارث القديم من وقت الدكتاتورية وحتى معا النهضة وكل ما معنت فما ديو وديباء اما ديما الحاكم يعتبر روحه هو الوحيد اللي من حقه يكون فاعل في الشأن السياسي وهو الوحيد اللي عنده التصورات الاسلم معنت اقتصاديا واجتماعيا ومعنت حتى مجرد اليوم كيف نشوفه البيانة على المكتب تنفيذ الاتحاد الشغل معنت يقولك الحكومة بقرار وحادي ومن اعلمت على معنت شنو الاتفاق اللي كان موجود بينها وبين صندوق النقد الدولي يعني حتى الشركات التقليديين الاجتماعيين اليوم نحنا قدام معنت منظومة قاعدة تقصي حتى الشريك التقليدي هو الاتحاد العام التنسي للشغل وفي تقدير يدخلين على منعرج معنت خطير في علاقة بالحريات وفي علاقة دونك لهنا فما ضرورة العمل المشترك فما معنت مسائل النجم ونتفقوا فيها في علاقة بالتصورات متاع الحلول معنت ضروري الناس تبدأ على الطاولة وتخدم مع بعضها نجم تكون التحالفات مش الكلاسيكية للأسف اليوم قاطر كيف نشوف معنت القوى اللي كانت موجودة في الجبهة الشعبية معنت المسافة اللي اخذتها من قيس سعيد وإلا ما وقفها معنت اليوم مختلفة نجم تكون تحالفات على أرضية معنت ديمقراطية اجتماعية دنيا باش نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه وفي الإطار هذا يفهم معناها نقاشات وفما حتى نقاشات معناها مع أحزاب سياسية أخر يعطيك الصحة ألفة وماهر مغير ما نطاول عليكم ناخذ ليست بايه نتعد مباشرة شكرا على المداخلات الضيفين الزوز عندي سؤال بالنسبة للشباب يعني واني نعتبر نفسي ناشطة يعني مواكبة اللي يصار يعني من ما ما عنديش برشة ما من زجل الاعتداء على الأمنيين حتى لليوم يعني نتكالخوا مع هل نوع من المنظومة البالية ومازلنا اهطامين في مستقبل مخير رغم الصعوبات وكل أما بصفتي مثلا من الشباب نسأل كيف يعني الأحزاب السياسية باش ترسي مستقبل على قاعدة ديمقراطية وتشاركية وإلخ من هكا الكلام المنمق وجميل والحال وأنه الأحزاب السياسية في وسطها وفي وسط يعني نظامها الداخلي وفي وسط هيكلتها الداخلية هي في حد ذاتها ما هيش نحكي على الأحزاب يسارية أكيد هي في حد ذاتها ما هيش قاعدة تطبق يعني في المبادئ هذه أو أنت تصارع في نظام ومنظومة تعتقد بأنها منظومة قمعية أو وليسية الحال أنه أنت الممارسات هذه تستعمل فيها يعني داخليا في حزبك فكيفش أنت متوقع العبيد وخاصة الشباب تكون عندك حظنا شعبية اللي بشتدعمك في المسار اللي أنت بشتقون فيه شكرا شكرا باختصار بشنمشي مباشرة للنقطة رفيقي السابق مرقى الكلام مهم معناها هو كل عادة نتفقوا إلى حد كبير في التحليل ومبعد في الاسنتاجات يهرب شوية ب أنت قلت أنا ما قلت شوية واحدك ب هو أحكاية مثلا في أزمة الأحزاب اليسارية أحكاية على مثلا المشكل الجيلي العلاقة بين الجيل السابق وجيل الجديد وهي فعلا فعلا فهم مشكلة وفهم مشكلة الدموقراطية الداخلية كما كانت تحكي غادة ولكن هذا يبقى تبقى مشاكل ثانوية المشاكل هذه الحقيقية أنه اليسار هذا عنده أخطاء نظرية وسياسية وتنظيمية نعطي حزاب الشعبية إلى حد الآن لم تكن مراجعة لذات الثورية لذات الفئات والطبقات الاجتماعية المعنية بالثور هذا في حدات ومشكل بالتباع من المنطق الملطقة ومتعنيقة ولكن ثم التحليل ملموس الواقع ملموس يقول لنا الذين بالحق عملوا الانتفاضة وبفضل هم التحقت من بعض كما قلت حتى جميعا السند بيت التحق هم الناس المهمشين الهامش هم أولاد لحوم وابناء الجيات الداخلية وبعد بطبيعة كانت خدمة نعقبيين وتطير ومحامين وطلبة ولكن كوني الفئات التي مزالت كل تخرج وتتعارك مع البوليسي والتي قدمت أكثر هم هذك هذك هيا نقول شيء الزاب الثورية وحدها ولكن هي الجزء الأساسي وممكن حتى المتقدم على الأقل من ناحية الpotential لا نضم الصحية كما قد نتي مزال لا نضم الوعي الطبقي بنفسهم كذات الثورية ولكن هم بتقدير هم الجزء الأساسي إلى جانب بقية الطبقات الشعبية من بين الأخطاء النظرية المتواصلة أن أحزاب تعتبر الطبقة العاملة هي الذات الثورية نقطة بينما نقرأ اليوم تنس تنس مندمجة في الاقتصاد الرأس المالي المعاولم الذي رأس المال قبل أن يتحدث ماركس في بريطانيا ويقوم بإمكان المعامل على الخدمة يقعد غادي لا ينقل لتايوان والمغرب اليوم الرأس المال بالفلويديتيل قادر أن يسكر عليك وانت برا فوق المعامل ويقوم مكينيات ويقوم ويقوم القيادة السياسية نصح التعبير العمال والطبق العام هي اتحاد الشغل اللي هي إصلاحية للغاية واللي هي إثقاف متاحة أنه الطبق قانون الشغل اللي تبدل وقت بنعلي بتواطم الاتحاد وتدبر لهم الهبوط المحدود اللي نعرفوه هذك إثقاف لا تفكر المعامل لا تعمل أوتوجستيون لا تعاود وحتى بعض التجارب صغيرة اللي صارت مش ممكن لأنه أنت هيكلين اقتصاد نتاك ما يسمح ولا هذا موضوع كبير التركيز فقط على الطبقة العاملة هذا فيه إشكال اثنين مشكلة نظريين حتى سياسيين حتى التنظيمين ما عملت الحزاب التي تسمي روحها عملية تنغرس في الطبقة العاملة هذا سؤال كبير حتى عندك من نحن مثل الوطد مثلا يزال يحكي الإسلاميين تحالفهم مع السبسي في بيلهم لنقدموا القدام واخرنا التالي إلى آخر باختصار لا يمكن التطول بتقديري تم التجارب كما قلت في أمريكا اللاتينية التي نجم تعلمون منها العمود الفقري من التحالف وليس حزب العمات هو حركة الفلاحين بدون أرض وما كان فلاحين بالأرض هم مجموعة من الشباب اليساري الماركسي الثوري الذين يشل في تجارب سابقة ومشي للشباب في الحياة الشعبية ونظمهم أو خدمهم معهم بطريقة باولو فريري متع تربية المقهورين ورجعهم معهم للأريف وبدأوا يفكوا في الأراضي التي يفوندوس اللي هم نحن في تونس الذات الثورية اللي هي الطبقات الشعبية وعلى رأسها المهمشين الحوم الشعبية وجهة الداخلية عندك الفلاحين بلا أرض عندك صغار الفلاحين المفقرين هذوما تقريبا إلى جنب العمال هذه الطبقات الشعبية ولكن نحن أحزاب اليسار نمتعنا رهنت على حاجة أخرى رهنت على الطبقة الوسطى رهنت على برج وزي صغير اللي هي مجمهور اليسار الثوري هي جمهور أحزاب أخر كما التيار الديمقراطي مثلا هذاك عليش حمال همامي عند في الفين واربعتاش عند نبيل القروي كان يغازل في الناس هذوكم وخل العبيد اللي يجب عليهم الفايدة خلوا اللد لحوم خلوا الفلاحين المفقرين هذو المشكلين عشرة سنين أحزاب الجابة الشعبية ليس معنى منطق وأنهم لا يشاركوا في الانتخابات هذو تكتيك ممكن حتى اللينين قلت كبيرا قلت أن هذه الأحزاب طلبة من الشباب من الطبقة الوسطى أنهم يتحدثون مع المهمشين خلينين وماء وماركس ومثلهم وتروسكي ممكن أنهم لطبقة الوسطى ليس المشكلة أنهم لطبقة الوسطى الذين لم يعرفون كيف ينغرسون طبقين في الطبقات الشعبية هذه رؤية استراتيجية كاملة ومعناها تغيير كامل هذه الأحزاب بطريقة عملها لا نطور لا نختم ولكن ثم الموضوع خطب الحقي مقولة أمي الكاركبرال الذي يقول برج وزية صغيرة الثورية تحب الفعل تقود الثورة إذا لم يسمى بالانتحار الطبقي بمعنى تتخلى على امتيازاتها لا يقولون امتيازاتها وتمشي بالحق وتثني ركبة وتخدم مع الناس المعنين بالتغيير الثوري شكرا عسليمة فقط فما مسألة نحب نركز عليها ولو أنا نعتبر روحي اللي خذت تجارب تنظيمية خذت مرتين تجارب تنظيمية كيف خذت تجارب في مجموعات شبابية وخذت زادة اللي تنظيم يعني خذت تجارب وينها مسقلة اللي حبيت نقوله أنه حتى كيف خذت تجارب وينها مسقلة وقالى اليوم كيف نخذ تجارب مع ناس مسقلة فما هاجز اسمه هاجز التنظيم والتنظم لأن الناس حتى اللي خارج الأحزاب السياسية اليوم هي ناس قاعدة تحاول مرة وثنين وقال في إنها تتنظم في إنها تخلق تنظيم في إنها تخلق تنظيم في هالحاجات اللي ملقتوش ربما في أحزاب سياسية أو تنظيمات سياسية أخرى لكنها قاعدة تحاول إنها تخلق اليوم هنا سؤال يطرح ما هيش مسألة أحزاب فشلت اليوم ولكن مسألة تنظم نحنا مستحقين تنظم ونأمنوا به ويظهر لتجارب اللي صارت في تونس الكل مهما كانت تابعنتها تجارب مطلبية مهما كانت النجاعة مطاحة ما تحقيقت بالحق إلا ما تنظمنا ويظهر لي زادة الناس تمن بهذايا وحقت هذايا ونجحت فيه في أكثر من مرة لذلك نحكي على الحركات السياسية ونحكي على الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية وليس كيف كيف هناك حركة سياسية تحاولت الي من حركة اجتماعية لحركة سياسية شيء أنا أمأة أبينا بش نتيحوا نهار في ما يسمى بالمطلبية اللي ناجم نعتبره مراكمة لكنه ليس هذا الحال اليوم تنظيم سياسي يجب أن يطرح على روحه برنامج اجتماعي برنامج اقتصادي كيف يتحرك الفلاحة يتحرك مع الفلاحة كيف يتحرك مع الفلاحة يتحرك مع الفلاحة لذلك أنا بش نقولك اليوم لحركات السياسية أو المجموعات السياسية هي في حد ذاتها فشلت أنها تتواجد في تنظيمات وقعدها تحاول أنها تتواجد في تنظيم أو أنها تخلق تنظيمات وهذا قاعدين نشوفو فيه حاجة أخرى بشكل أغلب من المجتمع المدني وهناك يقومون في السياسة ويعملون في السياسة أيضا بمجتمع المدني وفي حاجة أخرى يحاولون دخلون الأجتماعات بمجتمع المدني بشكل أبدال مثل أن تؤثر أو التضبير الضمان إلى تضبير المجتمع المدني كل هذه المشكلة وما لابد أن يتحرك لا يجب أن تفعل السياسة على خطر السياسة جس طمام. اليوم معنا أزمة في أنه شكون يعمل السياسة وشكون طرح على روحه يعمل السياسة. وهذا هو اللي خلتنا نبعدوا معناتها على أصل المشكل ونبعدوا على فكرة التنظيمات السياسية ونبعدوا نلوجوا في حضنات أخرى بش نجموا نحقوا القليل من المنظلات اللي نحب نخوضوها. شكرا. تحياتي مرة أخرى. فقد تم كلمة عاودتها يمكن أن ينفتن فيها هي راديكاليتي. وأنا الحقيقة تبعتك واستمتعت حتى بكلمك أكثر من تبعتك لكن ما فهمت ما تقصد بها. الحركات الشبابية كل ومجتمعية كل ما هو وجه راديكاليتي إذا كان نحكيه راديكال معناها قصوى وإكسترام كان هذا المقصود. الكل كانت تخمم هي في علاقة بعدالة اجتماعية المعطلين على العمل، المطالب النسوية، كامور أكثرها معناها تقريبا اللي هذي تطرحوا برشا حزاب مطالب العدالة الاجتماعية. لكن كلمة راديكاليتي هل تقصد في الفعل؟ هل تقصد في المطالب؟ هل تقصد في الزمن؟ والسؤال الثاني هو ما تراش أنه ممكن الخلال ولا الديكنيكشون بينهم بالطبع حيث أنه مقصد في الحركة لذلك يمكن أن تنظيم سياسي حزب الأساس أنه يبدو أكثر العدالة الاجتماعية ويبدو أن الحزب السياسي مهما كان توجه عنده نوع من العقلانية ولا براجماتية لأنه في الأخر عنده أساس واضحة وتصور واضح ويرنوا بالضرورة للسلطة لتطبيقها وهذا لم يتمش بنفس الفورة ولا بنفس الانفعالية ولا الراديكاليتي اللي يتم بها حرك اجتماعي نحب أن نكروبونكتويل كان نحكي على قانون 38 ولا غيرهم المطالب هذي برشا قبل مجي 25 جويلة تحقيقها على الأرض الواقع بشولات القوانين والأجراءات مرة عبر أحزاب ونوابها حركات هذي كان ثم كونيكسون مش في الشارع حتى في المؤسسات قانون 38 عداما السنوب شعب في الأخر بكل قانون العنو ضد المرأة عداما سنوب شعب بديكنيكسون ما بين الحركات هذي وما بين سياسيين وأحزاب سياسي لذلك الحزب تتعلم عن حزب لماذا لا يجب أن يستوعب؟ لا تتعلم عن خطر حاجة تحقيقها بأمفة حيث الحزب يتواجد على أولاً على مدى أكثر وعلى مدة أطول شكراً لا نجموش نأخذ أكثر أسألة لنحاول أن نقسم دقيقتين دقيقتين بجناتكم عن هذي الكتاب اللي حكيت لكم عليه من الأول التمرد والمتاهة شباب اليسار زمن الثورة والشعبوية للأستاذ ماهر حنين وهيشام عبد السمد أنا قريته هكا حاولت نقرأ منه بعض بعض الفقرات قبيلة بسرعة والحقيقة يستحق معناها الأطلاع ننصحكم به شكراً شكراً لكم لكل ساعة على تفاعلكم معنا وهو لحقيقة خليني في النهاية معناتها نتفاعل معاكم باش نخرجوا مع بعضنا بأسألة ميسالش معناتها باش اليوم نناقشوا مسألة خاطر في تقديري معناها فما منذ مدة تحلت في الساحة في تونس خاصة في الفئة متاع الشباب الشباب اللي عاش تجربة تنظيمية اللي مواصل اللي يخرج معناتها فما مواضيع مهمة ومهم أن نناقشوها مسألة الشكل التنظيمي الأسلم معناها لحزب عمالي فما معناها عدة أطروحات متاع تنظيمات أفوقية تنظيمات شبابية وفما من جهة أخرى معناتها الشكل التنظيمي الكلاسيكي معناتها حزب عمالية معناتها قايم على المركزية الديمقراطية إلى آخره في تقديري هذا الموضوع معناتها ينجم يتناقش وينجم معناتها حتى ما نخرجوش بحاجات مشتركة ما نخرجوش معناتها أنا اليوم مش ندافعلكم على الشكل الكلاسيكي أنا مقتنعة اللي يلزم الحزب العمالي يكون قايم على المركزية الديمقراطية باش يمركز التحركات باش يمركز التدخل متاعه هذه قناعاتي لكن هي مسألة نجموا معناتها نتجادلوا فيها ونتناقشوا فيها وكيف كيف معناه الديمقراطية داخل الأحزاب معرش الصديقة وقت اللي سئلت معناه كيفاش حزب سياسي يمارس القمع أنا نقول مثالش خلي نحترموا شوي الإرادة متاع المناظلين متاع الحزب هذاك لأنه وقت اللي نحكو اليوم على قيادة متاع حزب أو تواجد نفس الوجوه إلى أخريه فذلك ما أفرزته ولما أفرزه مؤتمر الحزب وأفرزته إرادة معناه مناظلي الحزب نجم حاجة تقيم نجم تكون من بين الحاجات اللي أثرت سلباً يمكن على الحزب إلى آخره لكن تلك الإرادة متاع مناظلي الحزب وفي تقديري هذي هي الديمقراطية مسئلة النغراس اللي ترحى غسان مع أنت صديقي ورفيقي غسان بالفعل هي معظلة المعظلات واليوم معناها خليني نحكي على حزب العمال حزب العمال اللي يعتبر أنه عنده مشكلة حقيقي في الانغراس وفي الالتحام بالجماهير اللي يعتبر روحه يمثلها ويدافع عليه معانتها وهذا يلزم يكون في تقديري معانتها مبحث خاصة في علاقة بآلية العمل في علاقة معانتها الحزب راهو ينجم يكون عنده أذرع أذرع مختلفة كيفاش يلقى هكالميكانيزم متع التواصل مع هالفئات اللي المفروض يوصل لها هذا يروح معانتها نحنا تدير في كل مؤتمر معانتها تخذ منه جزء كبير معانتها مسئلة الانغراسة معانتها جزء كبير من النقاش في النهاية مانيش بش نطول معانتها الأحزاب اليسرية عموما عندها معانتها يلزمها بالفعل تقيم هالمدة اللي عاشتها بعد الثورة تقيم بش تحسن من أدائها بش تحسن من آليات العمل المتاحها مش بالضرورة معانتها اللي يكون المستهدف معانتها هو الشكل التنظيمي والمستهدف هو معانتها تصوراتها لكن مفاهة باس كيف معانتها اه اه اتطور من الأداء متاحها واتطور معانتها من آليات العمل المتاحها شكرا كيف كيف نجاوب سينابيل بسرعة نقصد برديكاليتي معانتها في التحليل نمشي لجذر الجذر المشكل تعلم عوم معانتش قضية عمر معركة قانونية من أجل ضد الافلات ملعيقة وضد العنف معانت تحويل المعركة إلى معركة قانونية ولا ولا عمر العبيدي يرحمه رمز هال هال الشباب الكل وين تصير ضحية أخرى تتربط بال للموسيون جينيرالا تا عمر العبيدي الكامور راديكال سريكات النفطية مش معانتها نوافق الموافقش معانتها المشكل ما هوش سطحي ما هوش تفاوض معاناها اه اه اجرائي متاع ننزيدوكم عسر الاف ونقصلكم عسر الاف في الاخيري فما معانتها وعي بان المشكلة اوضلاد التعامل هذي حاجة الاخرة تاير الديمقراطي راديكالي كان عنده اربعة ولا عنده واحد وعشرين خاطر راديكالي خاطر كان الموندالي فاتر راديكالي ورادكالي درجة قلق المعتدلين برشة معاة الديمقراطي ما هوش راديكالي اوضلاد ويصيح ويتعارك وفر المجلس راديكالي هذيك سمانت روبيان كالرزوني اوضلاد هذو ما عباد نحن نتخبو ونحن نعرف المؤسسات لذلك ودخور المشاعر والعواطف في السياسة مسلا اساسية انا نعتبر اي واحد يحبي عقل الحركات الاجتماعية اللي انتخان دولي زيتو فيه يحبي يقتلهم يزي ما يقعدوا بالانرجي يمتاحهم هذكا بيتم معنى الكلمة وكيفاش تحب واحد سخانة واحد واربعين يعمل تلحرك سلمي على الماء في الدهماني في جويليا منيش ما يعملوا إلا إلا راديكالي ماانا منتو تقوله شوية عقلانية وما عناش قروض مش انتو تقوله ومعنى الرأي العام يقوله ماذا سلسل للاخرين اللي تعلق غسام نعش كما ما زال هنا ولا اه اه وغادا الى خيري كسألة السؤال متعلق بالحياة داخل الاحزاب ومتعلق اسنسيال مو مش فقط في الحياة التنظيمية داخل الاحزاب في امكانية عودة الثقة بين هذي الاحزاب والناس الاخرين حتى كان كان تخيل ما نعمله هكا معنى نقطة كان شفهم حج يساري معنى واحد يمشي حج يسارين عندهم لا سيحجولها باش يروح معنى كفر على ذنوبه تنظيمية ولا لا ديمقراطية ولا نظرية اللي يعملها الرأي العام ما يصدقناش يقوله ذاك حاج منافق تقولك ليه معنى ماككش حاج تكتب معنى في الاخر ما ذنوبك ما يمسى ما تمسحش شو معناها؟ معناها المشكل الاساسي انه هل 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 اشكال مش الاشخاص الاشخاص كلهم اصدقائي الاشكال هذية التنظيمية ما عادش تخلق جاذبية عند الناس ويطيحوا بشي بشي الجمهوري كلهم متدريب هيكالية لحكاية مش معطا واحد مش يمنعوا والاخرين حصلوا يزيكون عنا الوعي بهذا الحاجة الاخرى نكلم الغسان بالحق يا غسان معنى انا ديما سعيدة نيناقش معاك رغم اختلافاتنا مشكل التحول من الطبقة العاملة الى الطبقات الشعبية كلمة الطبقات الشعبية مشكلة مشكلة من حيث موقعها طبقي مطالبة الاقتصادية وين تسكن عدد الاسرة اللي فيها طريقة حياتها اليومية شكل الترفيه امتاحة شكل الحياة امتاحة مشاغلها اليومية هالشريحة هذي واسعة ياسر مش فقط مجمو تبنيها على مرنامج سياسي ولا تنظيم سياسي فقط مجمو تقلق بينتها ايتيك ميليتانت معنى يونيفيي صعيب معنى يزن برشا وسعبال بش نحافظ ولا تعددها والحاجة الاخرى يزن منقبلوا حتى كان عملنا هذا نجم نقعدوا منوريتي والشعبوية واليمين المحافظة والليبيرالية والريع والرأس الميل الفاسد قادر ديما يفكرنا اصوات وناس وانصار من الاوساط الشعبية يفو قدمية خسام الاوساط الشعبية الناس الشعبيين مش كلهم فضائل راهم ساعات عندهم كذلك مشاكل كبيرة لتأييد ومناصرة فاشيين ماذي حقيقة اما بسيكولوجية اجتماعية الاخيري ذوك الفيرتوية متاع انه من الشعب معنى بش تخرج معنى الفكرة الثورية شخص بسيرو لاتيف شكرا ماهر شكرا ألفا شكرا للحضور الحوار ربش مزلنا هنا قاعدين هنا بعضنا بش ناقشوا لكن للأسف تجاوزنا الوقت سامحوني حتى كانت حصفت عليكم في الأخر نوات موجودة على ذمتكم ما هي الحاضمة للفكر الجاد للمواضيع الجادة نوات داركم ورحبا بكم مجازين متوفرة سيتي إلكترونيك قدامكم نلتقي قريبا في نقاشات جادة أخرى شكرا